بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده نسترد عليكم برنامج بسيط ومهم جدا في اصلاح الكثير من مشاكل تحديثات الويندوز المختلفة. بالنسبة الويندوز عشرة او الويندوز حداشر في الكثير من الاحيان عندما يتوفر تحديث معين او تحديث رئيسي مسلا وانك بدأت فيه التحديث لا يبدأ الويندوز ابدات مسلا في التحديث او يبدأ معك التحديث عند نسبة مقوية معينة وتوقف ويجي لك رسالة او رمز خطأ. رسائل خطأ كتير جدا متعلقة بعملية التحديثات. على موقع مايكروسوفت فيه موقع رسمي بيتكلم عن رسائل الخطأ او عن رموز الخطأ دي هو اسببها. كم كبير جدا لا حصل له من رموز الخطأ او رسائل الخطأ المتعلقة بتحديثات الويندوز. لكن في الغالب معظم هذه الرسائل او الرموز لا تساعد في حل مشكلة التحديثات. لذلك في هذا الشرح هنسترد عليكم اداة او برنامج قوي جدا طبعا برنامج مجاني بيجمع لك في مكان واحد او بضغطة واحدة العديد من الحلول لأسباب تعطل التحديثات واستكشافها تلقائيا واصلحها دون الحاجة الى الكثير من عمليات البحث في كل هذه الرموز لمعرفة اسباب المشكلة واللي بيكون من الصعب اصلحها. ايضا هسيب لك اسفل هذا الفيديو شرح مهم جدا للعديد من الخطوات اللي تقدر انك تعملها بشكل يدوي اللي هتساعدك ايضا في اصلاح مشاكل تحديثات الويندوز المختلفة. اما بالنسبة للاداء اللي هنستعرض على حضراتكم في هذا الشرح فالاداء اسمها ويندوز ابديت فيكسر. هتبتدي انك تنزل في هذا الموقع عند خيار التحميل. طبعا تقدر انك تعرب الموقع. لو محتاج انك تعرف طريقة عمل الاداء او لو محتاج انك تعرف اي بيانات عن هذه الاداء. طبعا الاداء منها جدا. ودلوقتي هنستعرض عليكم او هنستكشف ملف الخاص بالاداء من خلال موقع فيروس توتل. هنا عند خيار التحميل هيكون بهذا الشكل. اضغط عليه. بعد زلك هيتم التحميل معك بشكل مباشر. طبعا الاداء محمولة. بعد زلك نبتدي نستكشف موسوكية الاداء من خلال موقع فيروس توتل. هنعمل رفع للاداء على الموقع. وزي ما انكم شايفين كل المواقع وكل الادوات الخاصة بالموقع. لم تستكشف اي شيء خاص بهذه الاداء. اذا الاداء نظيفة تماما. بعد زلك هتفتح الموقع اللي نزل فيه الاداء عندك. دبل كليك عليها. هتبدأ تشتغل معك بشكل مباشر. اضغط على يس وتفتح معك الاداء على هذه الوجهة البسيطة جدا. هتضغط هنا على خيار التحليل او هتضغط عليه. هيبتدي بشكل مباشر من استكشاف او فحص جهاز الكمبيوتر. وهيكون عندك هنا بشكل افتراضي خيارين في المقدمة للقسم الاول. دي خيارات موصبة بها. مهم جدا انك تحدد عليها. او هيكون هما محدد عليهم بشكل افتراضي. الخيار الاول هيعمل مسح واعادة تعيين ملفات التسليم واعادة تعيين مجلدات النظام الرئيسية الخاصة بالتحديثات طبعا. الخيار التاني في نفس القسم الموصبة هيكون اعادة تمكين لاعدادات ويندوز افتراضية. دي خيارات افتراضية مهمة جدا انك تسيبها محدد عليها. بعد ذلك بيكون في عندك تسع خيارات اخرى مهمة جدا لعملية اصلاح الويندوز. طبعا هنحدد على كل هذه الخيارات. ولكن هوضح لك هذه الخيارات بشكل لسريع. عندك هنا الخيار الاول. كلير تمبروري فايلز. حس في جميع الملفات او ملفات تحديثات المؤقتة. ايضا ريسيت ويندوز هوستس فايلز. او اعادة تعيين ملف مضيف الويندوز. لازالة اي ادخالات قد تعيق عملية تحديثات الويندوز. فانعطل هذا الخيار. بعد ذلك الخيار التالي. سابل سوفتوير زاد بلوكس ويندوز ابديت. تعطيل اي برامج عملت على حظر تحديثات الويندوز. ممكن انك تكون استخدامت اي برامج تحسين الويندوز. فعمل على تعطيل التحديثات. فهذا الخيار مهم. بعد ذلك الخيار التالي. ري اينيبل سيرفز ويندوز ابديت اعادة تعيين لخدمة التحديثات بشكل كامل. بما في ذلك او بعد ذلك الخيار اللي بعد كده. ري اينيبل سيرفز باك جراوند انتليجنت ترانسفير سيرفز. اعادة تمكين خدمة النقل الزكي في الخلفية. ايضا هذه الخاصية او هذه الخدمة مهمة جدا لانها بتعمل ايضا على تعطيل التحديثات في حال انه تم ايقافها. بعد ذلك او الخيار اللي بعد كده خدمة التشفير. ايضا هنمكن هذا الخيار. بعد ذلك او الخيار اللي بعد كده. اعادة تمكين لخدمة مسبت تحديثات الويندوز ايضا هتفعل هذا الخيار بعد ذلك او الخيار اللي بعد كده عادة تمكين لخدمة وحدات مسبت الويندوز الموديل انستولر دي ايضا هنفعلها. كل هذه الخدمات او كل هذه الخيارات مهمة جدا لانها بتعمل او في حال توقف اي منها بيعمل على ايقاف او فشل عملية التحديثات. فعندك في المقدمة خيارين هيكونوا ممكنين بشكل افتراضي يمكنهم. ايضا هيكون عندك في القسم التاني تسع خيارات يجب انك تمكنهم. بعد ذلك هتدت على فكس ويندوز ابديت وهيبدأ بشكل تلقائي من بدء استكشاف اخطاء الويندوز ومن ثم اصلاحها. طبعا هتنتظر بعض السواني البسيطة لان هذه العاملية بتستغرج بعض الوقت لانه بيفحص الكسير من خدمات الويندوز وبيستكشف اي ملفات تاليفة في النظام. اي خدمات ممكن تكون كانت معطلة بتعيق عملية التحديث. فهننتظر بعض السواني او بعد الدقيق لحين اجتمال هذه الخطوة. وفي الاخير هتظهر معاك هذه النافذة انه هيحتاج انك تعمل اعادة تشغيل بحيث انه يتم تطبيق جميع التغيرات بشكل صحيح. فهتبتدي انك تضغط على هذا الخيار لستارت كمبيوتر لعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر. طبعا في العودة من اعادة التشغيل هتنتظر بعض السواني على سطح المكتب هيفتح معاك مواجه الامر او سي ام دي. وبعض الخطوات البسيطة لسه هيتم تطبيقة بشكل سريع جدا لعملية تحسين او اصلاح مشاكل تحديثات الويندوز. سواني بسيطة وهتبتدي تقفل معاك هذه النفذة بشكل طلقائي. وبكده المفروض انك اصبح عندك خدمة تحديثات تعتبر جديدة تماما. يعني بنسبة كبيرة جدا هيكون قد تم اصلاح اي مشكلات متعلقة بتحديثات الويندوز. طبعا اي ويندوز انك بتستخدمه. فما تنساش من دعم ازا الفيديو بلايك. ولو عندك اي تعليق او اي استفسار قل ليه في التعليقات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.